بسم الله الرحمن الرحيم الذي نستضيف فيه الدكتور محمد مضفر الأدهمي ليحدثنا عن الخدمات المكتبية ببغداد في العصر العباسي فليتفضل جزاه الله خيرا هذا الموضوع الحقيقة موضوع الخدمات المكتبية والمكتبات أو خزائن الكتب كما كان يطلق عليها في العصر العباسي يشكل ظاهرة من ظواهر النهوض العلمي الذي شهدته بغداد خصوصا في فترة العصر العباسي الأول فقد كان العباسيون من أكثر المشجعين على ارتياده من آهل العلمي والإقبال عليه فاهتموا بخزائن الكتب النفيسة وبالتراث العربي وشجعوا على جمع الشعر والأدب وتدوينه وقربوا العلماء الذين اهتموا بجمع ودراسة لغة العرب وإعرابها واتخذوا من هؤلاء العلماء مؤدبين لأولادهم فازداد عدد المخطوطات بشكل كبير في العصر العباسي وظهرت الخزانات الكتب في أماكن متعددة في المساجد والمشاهد إضافة إلى خزائن خاصة بالخلفاء والوزراء ثم ظهرت الخزائن العامة أهمية هذا الموضوع الحقيقة هي أنه في هذه الفترة لم تكن هناك معامل لطباعة الكتب وإنما كان المهتمين بالتأليف ينسخون الكتب والمخطوطات بالذات يطلقوا عليها لأن لم تكن هناك طباعة خاصة وأن العرب لم يتعرفوا على الورق إلا بعد حين وهذه المسألة الحقيقة ولذلك علينا كيف ظهرت المكتبات ببغداد في العصر العباسي وثم نأتي إلى الخدمات التي كانت تقدم طبعا هذه الخدمات كانت عبارة عن أعراف وتقاليد لم تكن هناك نظم مثل ما لدينا الآن فهرسة وتصنيف ونظام مكتبي وإلى ما شابه ذلك وإنما كانت هناك عادات وتقاليد تعارف عليها الناس خصوصا الباحثين منهم والذين لهم ولاعب القراءة والعلم والكتابة وعموما فإن الخزائن الكتب هكذا نسميه الآن نسميه مكتبات كان يطلق عليها في حينه خزائن الكتب خزائن الكتب هذه بدأت في الحقيقة في المسجد يعني أول خزانة في الإسلام ظهرت في المسجد ومن أشهر خزائن المساجد ببغداد هي خزانة الكتب في مشهد أبي حنيف النعمان في الأعوامية وكان يتصل بهذا المشهد مدرسة وقد عرفت بمدرسة الإمام أبي حنيفة وكان في هذه المدرسة خزانة كتب نفيسة مرموقة لطلبة العلم ومن الكتب كما يقال التي كانت فيها أغلب مؤلفات الجاحظ كما أنه كان هناك مكتبات خاصة وهذه المكتبات اهتم بها بشكل خاص الخلفاء العباسيون فكان الخليفة أبو جعفر المنصور باني بغداد وثاني الخلفاء العباسيين وكانت له خزانة احتوت على العديد من الكتب في الفلسفة وعلم الفلك ويذكر ابن أبي أصيبعة في ترجمة أحد أطباء الخليفة المنصور أنه ترجم للمنصور كتبا كثيرة من كتب اليونانيين إلى العربية كما هو معروف خزانة بيت الحكمة خزانة الرشيد والمأمون كانت من أعظم خزائن الكتب في الإسلام فقد احتوت من الأسفار القديمة كل جليل ونفيس عربية وسريانية ويونانية وغيرها من خلال الترجمة والنقل والتعريب في عصر الازدهار الحضاري العربي هذه الخزانة دار الحكمة أسسها الخليفة هارون الرشيد وبلغت أوج عزها وازدهارها في زمن الخليفة المأمون إذ اختار المأمون يحن بن ماسويه وحنين بن سحاق ليقوم بترجمة ما يقدران عليه من كتب الحكماء واليونانيين إلى اللغة العربية وفي مختلف فروع العلم والمعرفة والطب والموسيقى والرياضيات والطبيعيات وكان يقوم بتجليد كتب خزانة الحكمة ابن أبي الحريش أيضا للخلفاء الآخرين كل خليفة كانت مكتبة خاصة به خزانة الناصر لدين الله الذي انتعشت الخلافة العباسية في زمنه بعد انتهاء السيطرة البويهية والسلجوقية بعد انتهاء سيطرة نهضة بغداد من جديد الذي تولى الخلافة في 575-622 هجرية وهناك اقتدى الوزراء أيضا بالخلفاء فكانت لهم أيضا خزاء ومكتبات خاصة في بيوتهم يعني عدى دار الحكمة اللي هي حولها الخليفة الرشيد والمامون حولوها إلى دار كتب عامة وأصبحت مقصد للدارسين والباحثين من كل أنحاء العالم فخزاء كتب الوزراء أيضا كانت موجودة في العراق ولا يحتاج إلى تعدادها وأيضا إضافة إلى خزاء الخلفاء وخزاء الكتب وخزانة بيت الحكمة كانت هناك خزاء المدارس وأشهر الخزاء اللي موجودة في بغداد هي خزانة المدرسة النظامية التي تعاد يعني من أشهر مدارس بغداد وحوت من أمهات المخطوطات وقد بلغت مجلدات هذه الخزانة في أيام ابن الجوزي يعني في القرن السادس الهجري جملة آلاف فقال وقد نظرت في ثبت الكتب الموقوفة في المدرسة النظامية فإذا به يحتوي على نحو ستة آلاف مجلد وقد اشترط نظام الملك في من يتولى كتب هذه المدرسة أن يكون شافعيا وكذلك المدرس والواعظ الذي يعظ بها وكان لهذه الخزانة خزنة ومشرفون يتولون أمرها ولهم من موارد ووقوف المدرسة قصد لقاء عملهم ولا شك أننا نعرف جميعاً خزانة المدرسة المستنصرية هذه المدرسة التي اشتهرت في بغداد واهتم بها الخليفة المستنصر ويذكر ابن الفواطي أن الخليفة المستنصر بالله نقل إلى مكتبة المستنصرية يوم افتتاحها من الربعات الشريفة والكتب النفيسة المحتوية على العلوم الدينية والأدبية ما حمله مائة وستون حمالاً وجعلت في خزانة الكتب سوى ما نقل إليها فيما بعد وقال الذهبي ونقل إليها الكتب وهي مائة وستون حملاً من الكتب النفيسة ورتب فيها الورق والحبر وغير ذلك وذكر ابن كثير أن المستنصر بالله وقف فيها كتباً نفيسة ليس في الدنيا لها نظير وآخرين أيضاً تحدثوا عن الأعداد ثمانين ألف مجلد كانت الكتب مرتبة ومبوبة حسب فنونها من الذين اهتموا بالخزانة المستنصرية وعلماءها المرحوم الدكتور حسين أمين كتب عن المستنصرية وأيضاً المرحوم الدكتور ناجي معروف عن تاريخ علماء المستنصرية فقال المرحوم ناجي معروف أن مكتبة المستنصرية كانت مكونة من قاعات كبيرة واقعة في الحد الأسفل من عمارة المدرسة يفصل بينها ومين مدرسة الفقه دهليز طويل عامرة تكفي للإضاءة والتهوية ومن أجل إدارة هذه المكتبة والحفاظ على موجوداتها ومن أجل أن تقوم بتأدية دورها في الخدمات المكتبية للعلماء والمشايخ والطلاب فقد أسندت فيها وظائف إدارية ظهرت هنا لدينا الوظائف الإدارية التي سأفصلها فيما بعد وهي الخازن المسؤول المشرف أقل درجة من الخازن ثم المناول الذي يناول وهناك وظائف أخرى وهكذا كانت بقية المدارس يعني المدرسة البشيرية والمدرسة المجاهدية وغيرها من المدارس التي كانت موجودة في بغداد أنا أتحدث عن بغداد كما أن خزائن الربط كانت أيضا مشهورة يعني هذا كل يدلل على أن هذه الفترة فترة النهوض الحضاري أن الاهتمام بالعلم والعلماء والكتابة والترجمة من المؤمن الذي حفظ الحضارة يعني ما أفرزته الحضارة اليونانية هم العرب الذين ترجموا من اليونانية إلى العربية هذه العلوم ثم وصلت أوروبا وبعد ذلك وصلت إلى أوروبا عن طريق العرب المسلمين وإلا هي كانت قضاعة أصلا على أي حال هذه المكتبات تحتاج إلى خدمات كيف تكون هذه الخدمات وما هي مستلزماتها في ذلك الوقت إلى أن الأسلوب والطريقة كانت تختلف لعدم وجود أنظمة مكتوبة ولعدم معرفتهم بالطباعة لم تكن هناك مصانع للطباعة مما استوجب تقديم خدمات وإيجاد مستلزمات مكتبية كانت ضرورة آنذاك يعني مثل النسخ على أيدي الخطاطين مهرة كان هذا يعني أن عدد نسخ الكتب أو المخطوطات كان محدود كما أن الخدمات المكتبية كانت عبارة كما قلت عن أعراف وتقاليد نشأت نتيجة الحاجة إلى تنظيم المكتبة أو الخزانة والخدمة المكتبية بعد أن اتجه المجتمع والخلفاء ورجال الدولة إلى الاهتمام بالقراءة والبحث واقتناء الكتب والحصول عليه الشغف بمطالعة الكتب هو ظاهر من ظواهر الحقيقة المجتمع العباسي ببغداد ويقال أن أشهر من أحب الكتب ودافع عنها وتغنى بها هو الأديب الجاحث في كتابه الحيوان فقد وصف الكتاب ببلاغة وقال والكتاب هو الجليس الذي يطريك والصديق الذي لا يغريك والرفيق الذي لا يملك والمستميح الذي لا يشتريك والجار الذي لا يستطيبك والصاحب الذي لا يريد استخراج ما عندك بالملق ولا يعاملك بالمكر ولا يخدعك بالنفاق ولا يحتال عليك بالكذب ويضيف ياقوت الحموي أن أبا هضان قد حدثه بالقول أنه لم ير قط ولا سمع عن من أحب الكتب والعلوم أكثر من الجاحث فإنه لم يقع بيده كتاب قط إلا استوفى قراءته كائنا ما كان حتى أنه كان يكتري دكاكين الوراقين ويبيت فيها لقراءة المخطوطات أما الخطيب البغدادي فقد قال أنه مع ما في الكتب من منافع العميمة والمفاخر العظيمة فهي أكرم مال وأنفس جمال والكتاب آمن جليس وأيسر أنيس وأسلم نديم وأفصح كليم وأضاف أنه قيل لبعضهم أما تستوحش؟ فقال أيس توحش من معه الأنس كله؟ قيل وما الأنس؟ قال الكتب ويذكر الإمام المجتهد حافظ المغرب أبو عمر يوسف القرطبي الأندنسي أنه قيل لأبو العباس أحمد أن يترك البيت وجلوس فيه طويلا ويخرج للناس لينتفعوا به وينفعه الله بهم فأنشد يقول أحب إلي من أنس الصديقي لمحبرة تجالسني نهاري المحبرة لي ورزمة كاغد في البيت عندي أحب إلي من عدل الدقيق ولطمة عالم في الخد مني ألذ إلي من شرب الرحيق وقال ابن التقطقى مبيناً فضل الكتاب أن الكتاب هو الجليس الذي لا ينافق ولا يمل ولا يعاتبك إذا جفوته ولا يفشي سرك وكانت الكتب لأهميتها تقترن أحياناً بالسلاح وتوازن به فقد قال المهلب لبنيه يا بني إذا وقفتم في الأسواق فلا تقفوا إلا عند من يبيع السلاح أو يبيع الكتب يعني هكذا كانت أهمية الحقيقة الكتاب الكتب ولذلك يعني انعكست هذا على موضوع شراء الكتب والخدمة المكتبية يعني دخلت الكتب في ميدان التجارة نتيجة أهميتها ولذلك ظهرت دكاكين الوراقين الوراق يعني هذا من أهم مظاهر الخدمات المكتبية في بغداد في العصر العباسي لأن الوراق هو الذي يقوم بجميع المكتبات بجميع الخدمات هذه الحالة أدت إلى أن يصبح بيع وشراء الكتب تجارة مربحة ورائجة ويذكر أن أهل الحلة والكوفة والمسيب كانوا يجلبون إلى بغداد الأطعمة فانتفع الناس بذلك وكانوا يبتاعون بأثمانها الكتب النفيسة والأشياء الأخرى التي يحتاجونها وكانت الكتب في السوق تباع بالمفرد أو بالمزاد وكان الشخص الذي يبيعها يسمى المنادي وكان للكتب مروجها وعرفوا بدلالي الكتب وكانت تقام حلقات لبيع الكتب ويذكر ياقوت الحموي أنه حضر حلقة تباع فيها الكتب وكان ينادى بأسماء الكتب عند البيع طبعا سعر الكتاب كان يتوقف على مواصفات معينة منها جودة الخط الذي كتب به الكتاب وشهرة الخطات فقد ذكر ياقوت الحموي أن رقعة بخط علي بن هلال المعروف بابن البواب الخطات الشهير صاحب الخط الرائق قد كتبها إلى بعض الأعيان يسأله فيها مساعدة صاحبه لا تساوي كانت دينارين فقد بيعت بعد وفاته بسبعة عشرة دينار وقيل أنها بيعت فيما بعد بخمسة وعشرين دينار طبعا مما يرفع قيمة الكتاب نسبته إلى خليفة أو وزير أو حاكم وكذلك إذا كان مؤلف الكتاب وزيرا ويذكر ياقوت الحموي أن مسودة كتاب الأغاني وهي أصل أبي فرج أخرجت إلى سوق الوراقين لتباع وأنها بيعت بالنداء بأربعة آلاف درهم نأتي إلى مستلزمات الخدمة المكتبية مستلزمات الخدمة المكتبية يعني أنت كيف تعمل هذه المخطوطة ولو بشكل محدود فكان يجب أن يكون هناك ورق يجب أن يكون قلم أولا بالكتابة يجب أن يكون هناك حبر يجب أن يكون هناك ورق ولو الورق ما أعرفه كانوا في البداية يكتبون على الجدود القلم كان يعني يصنع من الخشب وكان يسمى المزبر بكسر الميم وقال ابن مقلى خير الأقلام ما كان طوله ستة عشر إسبعا إلى إثنتين عشر وامتلاؤه ما بين غلظ السبابة إلى الخنصر وهذا وصف جامع لسائر أنواع الأقلام على اختلافها ويبين ابن النديم في كتابه الفهرست أن هناك أربعة وعشرين نوعا من الأقلام كلها متفرعة عن أربعة أساسية وهي قلم الجليل وقلم الطعمار الكبير وقلم النصف الثقيل وقلم الثلث الكبير الثقيل ومخرج هذه الأربعة من القلم الجليل وهو أبو الأقلام لقد تابع القلقشندي تطور صناعة الأقلام ولهذا أعطى وصفا دقيقا لهذا التطور في العصر العباسي الذي ازدهرت فيه مستلزمات الكتابة في التدوين والنسخ وصارت خزائن الكتب والوراقين تحرص على اقتنائها لتقديم العون لمن يرتادها الوسيلة الأخرى في الكتابة هي الدوات أو المحبرة وهي الإناء الذي يوضع فيه الحبر وقد قيل في هذا الشأن مثل الكاتب بغير دوات كمثل من يسير إلى الهيجاء بغير سلاح ويذكر القلقشندي أنها كانت تشتمل على ثلاثة أصناف يعني الدوات هذه المحبرة المحبرة هي الدوات نفس المحبرة كانت إذا البعض يذكرها كانت موجودة بس هذه تختلف طبعا في شكلها وفي نوعيتها وفي المواد التي تصنع منها الجونة يسموها يعني الصنف الأول من المحبرة هي الجونة وهي الظرف الذي فيه الليقة والحبر يعني يمكننا من ثلاثة أشياء الجونة والليقة سأشرح إيش هي الليقة والحبر الذي يوضع فيها وقال بعض فضلاء الكتاب وينبغي أن تكون هي هاي المحبرة أو الجونة شكلا مدور الرأس يجتمع على زاويتين قائمتين ولا يكون مربعا لأنه إذا كان مربعا يتكاثف المداد في زواياه فيفسد المداد فإذا كان مستديرا كان أبقى للمداد ويضيف القلقشندي أن الصنف الثاني الذي تشتمل عليه الدوات فهو الليقة الليقة وتكون من الحرير أو الصوف أو القطن ويسميها العرب الكرسف الكرسف أعتقد ويفضل أن تكون من الحرير الخشن ويتعين عن الكاتب أن يتفقد الليقة ويطيبها بأجود ما يكون طبعا الليقة أن الليقة تكون مغموسة في الحبر داخل الجونة أو المحبرة لكي لا يحمل القلم حبرا زائدا عندما يغمس في المحبرة ولذلك هذه كانت مهمة بالنسبة لموضوع الكتابة ويقول القلقشندي أنه بعد أن يفرغ الكاتب من الكتابة عليه أن يطبق المحبرة لأجل أن لا يقع فيها من التراب ونحوه فيفسد الخط أما الصنف الثالث التي تشتمل عليه المحبرة أو الدوات فهو المداد أو الحبر وكانت الدوات أو المحبرة وعليكم السلام تصنع من أجود الأخشاب وأغلاها ثمنا كالأبنوس والصندل وكان بعضهم يتخذ الدوات من النحاس الأصفر والفولاذ وهذا الأخير يستخدم لدى الوزارات وما ضاهاها لغرته ونفاسته وكان بعضهم يحل الدوات هذا ميدلل على الاهتمام بالعلم والكتب يحل الدوات بالفضة مع أن البعض الآخر لا يفضل التحلية لكي تبقى ملساء نظيفة وقد قام أبو الطيب عبد الرحمن الكاتب بإهداء دوات أبنوس محلات إلى صديق الله نجل الحبر المداد سمي المداد أو الحبر بهذا الإسم لأنه يمد القلم أي عينه وكل شيء مددت به شيئا فهو مداد وأما الحبر فأصله اللون يقال فلان ناص الحبر يراد به اللون الخالص الصافي ويقال في شرف المداد أن الحبر عن الحبر يعني من الأقوال التي قيلت يؤتى بمداد طالب العلم ودم الشهيد يوم القيامة فيوضع أحدهما في كفة الميزان والآخر في الكفة الأخرى فلا يرجح أحدهما على الآخر لقد عرف العرب صناعة الحبر أو المداد من مواد متعددة يعني هم كانوا يعني الحقيقة هذه تركيبة خاصة بها جريش بها بعض المواد تغلى تترك لعدة أيام ثم يظهر لكن أهم ما كان يوضع في المداد الصبر والعسل الصبر من الصبير هذا ليمنع الصبر هذا يمنع من وقوع الذباب في الحبر والعسل لكي يطيل عمر المداد ويحفظه على مر الزمن وكان يوضع أيضا الدخان الأسود فيما إذا أريد أن يكون اللون أسود لأن هناك صنف ثاني يناسب الرقوق الرقوق اللي هي قطع الجلد التي يكتب عليها ويسمى الحبر الرأس ولا دخان فيه ولذلك يجي بصاصا براقا وبه أضرار للبصر في النظر إليه من جهة بريقه ويفسد الكاغل ولكن أجود أنواع الدخان ما اتخذ من سخام النفط فيما نقله القلق شندي وقال بعض الأدباء عطروا دفاتر الآداب بسواد الحبر هذه كلها لا بد أن يكون هناك ورق ولم يكن الورق موجودا في هذه الفترة يعني العرب قبل الإسلام وحتى في صدر الإسلام لم يعرفوا الورق اللي يسموه الكاغد وإنما ورثوا مواد مختلفة للكتابة هي الحجارة العريضة الرقيقة العسب العسب جريد النخل الكرب الواحل خشب والمهارق وهي صحف بيضاء من القماش وقراطيس البرد المصرية كان يؤتى بها من مصر وقد استعملت الجلود في الكتابة أكثر من غيرها من المواد في أول الأمر وشاع استخدامها في صدر الإسلام وأصبحت الجلود العربية التي كانت تتخذ للكتابة خصوصيتها وصفاتها جيدة كانت تصنع من جلود الإبل، الغنم، الماعز، الغزلان، الحمر الوحشية، الضباء ومن أشهر أنواع الجلود التي استعملت في الكتابة هي الرقوق وهي نوع متطور من الجلود في الصنعة وأسلوب الدباغ والسقل فكانت رقيقة لينة خفيفة آية في الدقة والجمال وأصبحت مادة رئيسة في الكتابة وقد كتبت على الرقوق صور وآيات القرآن الكريم عند نزولها وكذلك أقوال أو أحاديث الرسول محمد صلى الله عليه وسلم والعقود والمواثيق والسكوك والأخبار ورسائل الرسول إلى ملوك زمانه ونشقت عليها المصاحف الكريمة وإلى جانب الرقوق استخدمت أوراق البرد المصرية التي كانت تجلب من مصر والتي استخدمت في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم في كتابة آيات وسور القرآن الكريم وكان في بغداد درب يعرف بدرب القراطيس أو درب أصحاب القراطيس وكان يقال لمن عمل بالقراطيس وبيعها من الأعلام بالقراطيسي وذكر منهم سعيد بن بحر القراطيسي من أهل بغداد وقد استمر استعمال القراطيس حتى نهاية القرن الثالث وبداية القرن الرابع الهجر لقد ظل المخطوط العربي يكتب في هاتين المادتين الرقوق والقراطيس حتى ظهر ورق كاغد وذلك في النصف الثاني من القرن الأول الهجري لأن تدرون مادة الرقوق والبردي مع جودتها وسهولة استخدامها أنها كانت مرتفعة الثمن وتجلب من مصر في حين اتسعت حركة الترجمة والكتابة والنسخ مع اتساع الفتوح الإسلامية في مختلف حقول المعرفة أيضاً ما تبعها من كثرة المؤلفات أدى كل هذا إلى ظهور الحاجة إلى صناعة الورق الذي شاهده العرب لأول مرة عند فتحهم سمرقند سنة 87 هجرية 705 ميلادية حيث كانت أول مدينة إسلامية صنعة فيها الورق ويذكر أن زياد بن صالح الحارثي الذي قاد وقعت أطلح على ظفاف نهر طراز سنة 134 هجرية 751 ميلادية التي جرت بين العرب وأمراء الترك وحلفائهم الصينيين وأسر فيها أكثر من 20 ألف رجل منهم صناع الورق الصينيين فهؤلاء الأسر الصينيون جئ بهم إلى بغداد وبعد تلك الفترة ظهرت صناعة الورق في بغداد وقيله أن أول مصنع للورق أقيم في بغداد في عصر الرشيد في النصف الثاني من القرن الثاني الهجري أي في أوائل العصر العباسي وقد ازدادت حوانيت الورق أي مصانع الورق ازديادا سريعا في بغداد حتى بلغت في القرن الثالث الهجري أكثر من مئة حانوت أي مصنع ورق ولذلك استبدلت سجلات الدولة المصنوعة من الجلد والقرطاس بالكاغد البغدادي في أيام الخليفة هارون الرشيد وشاع استعمال الورق في القرنين الثالث والرابع الهجريين ومن هذا يتضح لنا أن صناعة الورق قد ازدهرت في العصر العباسي وذلك لتوفر وسائل النهوض الحضاري في مختلف حقول العلم والمعرفة بعدما كانت الدولة منشغلة في العصر الأموي بحركة التحرير والفتوهة لقد كان الورق الذي يصنع في الصين وسمرقند وخراسان من قطع الحرير والكتان إلا أن غلاء هذه المواد وندرتها في البلاد العربية خصوصا في بغداد دعا إلى استخدام مواد بديلة منها ومتيسرة وهي الألياف والقطن والقنب والخرق البالية وهنا يبرز دور الإبداع والابتكار في العقل العربي الإسلامي الذي لم ينقل دون تجديد وإبداع بل أضاف أسسا جديدة في صناعة الورق أعطته ألوانا وصفات متميزة وقد قيله أن جابر بن حيان الكوفي المتوفى سنة 192 جرية قد تمكن من صنع ورق غير قابل للإحتراق وكان الورق البغدادي معروفا بجودته يعني يصفه القلق شندي يقول أن الورق كثر في زمن الرشيد وفشى عمله بين الناس فأمر أن لا يكتب الناس إلا في الكاغد لماذا؟ لأن الجلود ونحوها تقبل المحر والإعادة فتقبل التزوير بخلاف الورق فإنه متى محية فسدة وأنقشطة ظهر قشطه وانتشرت الكتابة في الورق إلى سار الأقطار وتعاطاها أصبحت شائعة بين الناس هذه كلها الأدوات تحتاج كما قلت في البداية إلى موظفين في المكتبات في الخزانات العامة أو خزانات الوزراء أو في كل الخزانات اللي موجودة اللي هي مفتوحة للناس فكان الخازن الخازن يقابله الآن عندنا إحنا أمين المكتبة الذي يشرف على النواحي العلمية هذه موجودة كانت ظاهرة في المدرسة المستنصرية في المدرسة النظامية وفي مدارس أخرى يجي أول مرة عندنا الخازن ثم المشرف وهو أقل درجة من الخازن مهمة الإشراف على المطالعة داخل المكتبة ثم المناول ويقوم هذا الموظف بمناولة الكتب المطلوبة للمطالعة ثم الناسخ وهذا مهم جدا الناسخ كان علي بن هلال المعروف بابن البواب الذي كان خطاطا شهيرا وقد عهد إليه أمر مكتبة بهاء الدولة بن عض الدولة وكان في الوقت نفسه نساخا في المكتبة لبراعته وفنه وجودة خطه وقد عثر في هذه المكتبة على 29 جزءا من القرآن الكريم كتبها أبو علي بن مقلة وجعل كل جزء في مجلد مستقل فكلف بهاء الدولة بن البواب أن يكتب الجزء ناقص كانت أكو أجزاء ناقصة وقد وفق ابن البواب في ذلك حين استطاعه أن يختار كاغدا وقلما وحبرا تشبه في جميع الوجوه تلك التي استعملها ابن مقلة ثم قلد ابن البواب خط ابن مقلة تقليدا دقيقا بحيث لم يستطع بهاء الدولة أن يتعرف على الجزء الذي كتبه ابن البواب من بين الأجزاء الثلاثين عندنا المجلد الذي يقوم بالتجريد هذه المجلدات طبعا كانت عملية التجريد مشكلة في البداية كانت توضع في صناديق خشبية وغيرها والطورة تصنيف الكتب وفهرستها كانت الكتب في الخزائن مرتبة ومبوابة حسب عنوينها ليسهل على المناول أو المطالع تناولها يعني ما كان يكون نظام فهرستها والتصنيف كيف ماذا يعملون يذكر المقدسي وهو يصف مكتبة عض الدولة فيقول لكل نوع من الكتب فهرستان فيها أسامي الكتب وكذلك كانت فهارس خزانة المدرسة البشيرية مكتوبة بطريقة حسنة أما تدرجها كيف توضع في رفوف المكتبة فكان يراعى فيها قدسية الكتب وأنواع علومها ومواضعها وقد قدم لنا كتاب آداب المعلمين وصفا لطريقة ترتيب الكتب ويراعى الأدب في وضع الكتب باعتبار علومها وشرفها ويراعى في وضع الكتب باعتبار حسب يعني بما يقوم هنا لغتهم شوي تختلف بما يعني يأخذ بنظر الاعتبار علومها وشرفها ومصنفها وجلالتها فيوضع الأشراف الكتب الأشراف على الكل ثم يراعى التدريج فإن كان فيها المصحف الكريم جعله أعلى الكل ولأولى أن يكون في خريطة ذات عروة في مسمار أو وتد في حائط طاهر نظيف في صدر المجلس ثم تأتي بعد ذلك كتب الحديث الصرف كصحيح مسلم ثم تفسير القرآن الكريم ثم تفسير الحديث ثم أصول الدين ثم أصول الفقه ثم النحو والتصريف ثم إشعار العرب ثم العروض فإن استوى كتابان في فن فيصبح الأعلى أكثرهم أكثرهما قرآنا أو حديثا فإن استوى فبجلالة المصنف فإن استوى فأقدمهما كتابة وأكثرهما وقوعا في أيد العلماء الصالحين والصالحين فإن استوى فأصحهما يعني هذا التصنيف يأتي وفق مواصفات غير التي نعرفها الآن في المكتبات تبدأ بالقرآن الكريم ويأخذون بظنظر الاعتبار هذه الأمور التي ذكرتها في ترتيب الكتب في الرفوف موضوع الإعارة كيف تعار الكتب يعني في مثل هكذا حالة كانت من أهم الحقيقة الخدمات التي تقدمها المكتب بل أن الإعارة هي أحد الأهداف الأساسية لإنشاء المكتبات العامة كان القاضي أبو وكيع يقول الأول بركة العلم إعارة الكتب ولذلك كان بعض العلماء يوقفون مكتباتهم لاعتقادهم أنهم بذلك يقدمون خدمة جليلة للمستفيدين من المكتب ويحافظون في الوقت نفسه على كتبهم من التلف والتبعثر وكان الإطلاع عن الكتب والبحث فيها يتم عن طريق الإعارة الداخلية في خزاء الكتب ومع ذلك فهناك إشارات في المصادر تدل على وجود استعارة خارجية أيضا إلا أن كثيرا من المكتبات كانت تشدد في الإعارة الخارجية ويذكر أن القاضي بن حيان أنشأ مكتبة الحكمة بنيسابور فاشترط عدم إعارة الكتب إعارة خارجية لم تكن إعارة الكتب مقتصرة على المكتبات فقد انتشرت في العصر العباسي الإعارة الشخصية وأيضا صارت لها ضوابط ولذلك وضع بعض المهتمين من أصحاب المكتبات الخاصة والمؤلفين ضوابط للإعارة الشخصية على شكل وصايا حول آداب إعارة الكتب فقد جاء في آداب المعلم أنه ينبغي للمستعير أن يشكر للمعير ذلك ويجزيه خيرا ولا يطيل مقامه عنده من غير حاجة بل يرده إذا قضى حاجته ولا يحبسه إذا طلبه المالك أو استغنى عنه ولا يجوز أن يصلحه بغير إذن صاحبه ولا يكتب شيئا في بياض فواتحه أو خواتمه إلا إذا علم رضاء صاحبه ولا ينسخ منه بغير إذن صاحبه وإذا نسخ منه بإذن صاحبه أو ناظره فلا يكتب منه والقرطاس في بطنه أو على كتابته ولا يضع المحبر عليه ولا يمر بالقلم الممدود فوق كتاباته وقد كتب الحمدوني إلى شخص امتنع عن رد كتاب استعاره منه فأنشد ما بال كتبي في يديك رهينة حبست على كر الزمان الأولي فأذن لها بالانصراف فإنها كنز عليه إذا افتقر مع وليه وإلى غيره وبسبب عدم إعادة الكثير من الناس للكتب التي يستعيرونها قال حمزة بن حبيب الزيات لا تأمنن قارئا على دفتر ولا حمالا على حبل فإعني فإن بعض الأهل العلم يعني إذا واحد يستعير منه مخطوط أنا أنت أسميه كتابة سي مخطوط فكانت هناك توصيات أيضا يقول كان بعض أهل العلم يمتحن الذي يريد الاستعارة منه فإن وجده أهلا له أعاره وإلا منعه وكان يقول لا تعر كتاب علم من ليس من أهله وذلك أن تستقريه الكتاب الذي طلبه فإن قرأه قراءة صحيحة فهو من أهله وأن لم يحسن قراءته فليس من أهله فلا تعره الكتاب وكان بعضهم إذا سأله إنسان أن يعيره كتابا قال أرني كتبك فإن وجدها مصون مكنون عاره وإن رآها مغبرة متغيرة منعه وقيل من عار كتاب علم غير أهل العلم فقد جهل حق العلم وكان بعض أهل العلم يكتب على ظهور كتبه التي يعيرها يا رب من حفظ كتابي فاحفظه ومن أضاعه فلا تحفظه ومن العبارات الأخرى التي كان يكتبها أصحاب الكتب من الذين يعيرونه كتبهم الشخصية نحن بالمكتبات كانت غرامة مالية إذا أضاع الكتاب ليس من أهل العلم من أضاع كتاب علم وأكرم الله من أكرمك وردك كما تسلمك على الكتاب وكتابي أعز شيء علي وإحسانك إليه إحسان لي لقد توصل بعض أصحاب البكتبات الخاصة إلى طريقة لتحديد مدة الإعارة بتحديد أيام الإعارة على أساس عدد أوراق الكتاب بخمسين ورقة تأخذها خمسين يوم على أي حال الوراقون أنا أتحدث عن الوراقين فيما بعد وكما قلت أول مصنع للورق أقيم ببغداد في عصر الخليفة هارون الرشيد في شاع استخدام الورق منذ أول عصر أباسي وقد تفرغ لصناعة الورق حرفيون عرفوا باسم الوراقون وكانوا في غالبيتهم من أهل العلم والأدب واجتملت الوراقة على أعمال النسخ والتصحيح والتجليد والتصوير والخط والتذهيب وتزويق الكتب وبيع الورق والأحبار وسائل أدوات الكتابة ولأن الطباعة بمفهوم الحديث لم تكن قائمة آنذاك فقد أصبحت هذه المهام جزءا من متممات النظام المكتبي وخدماته بالوراقة ويطلق اسم الوراق على من يكتب المصاحف وكتب الحديث وغيرها وقد يقال لمن يبيع الورق وهو الكاغت ببغداد الوراق أيضا الوراقين أصبحوا بمثابة الناشرين للكتب والمصدرين لها بمفهوم الحاظر وقيل أن أول من أنشأ الوراقة مالك بن دينار وبعد القرن الرابع الهجري عصر الازدهار للوراقة بسبب كثرة ما نقل واستنسخ فيه من الكتب والمؤلفات بحيث أن الوراقة قامت بدور المكتبات فتحول دكاكين الوراقين في بغداد دكاكين الوراقين في بغداد تحولت إلى مراكز لمطالعة الكتب وقراءتها وملتقى للعلماء والأدباء وأهل المعرفة إذ كانت تدور المناقشات والمناظرات بينهم مما جعل هذه اللقاءات منتديات أدبية ومجامع علمية أسهمت في الازدهار الثقافي والعلمي العربي وصار عدد حوانيت الوراقين في الجانب الشرقي من بغداد خلال الربع الأخير من القرن الثالث الهجري التاسع الميلادي أكثر من مئة حانوت في زمن اليعقوبي يعني واشتهر أيضا الجانب الغربي أيضا في وجود الوراقين التي أصبحت حوانيتهم لم تعد مجرد دور النسخ وبيع وإنما كانت مجالس للعلماء والشعراء وملتقى للطبقات المثقفة وقد مر بنا كيف أن الجاحث كان يشتري من الوراقين بالمناسبة يا قوت الحموي صاحب كتاب معجم البلدان كان من الوراقين المعروفين في بغداد أيضا النساخون كانوا يمثلون مفصلا مهما في مسألة الخدمات المكتبية وفعلا المصادر تقول أنهم قد نهضوا بمهامهم بشكل جيد يعود طبعا النساخون يجب أن يكون خطة جميل ولذلك المخطوطات تختلف أثمانها حسب الخط حسب الطريقة حسب الشكل وإلى غيره من الأمور تجريد الكتب يعني هذا يمكن آخر احتاجت المخطوطات إلى غلاف ليحفظها فكان فن التجليد كان الخشب يستخدم في تغليفها زيادة في الحفظ والصون وكانت الأغلفة الأولى التي صنعت من الخشب المغلف بالجلد كانت على هيئة صندوق زودة بقفل يقفل على المخطوط بإحكام وكانت معظم هذه الصناديق ذات شكل أفقي ولم يدع المجلد هذه الألواح خالية من الزخرفة بل زخرفها بالتطعيم بالعاج وطورا بصفائح الذهب والفضة المرصعة بالأحجار الكريمة وأحيانا بالقماش المطرز أو الجلد وتعد هذه المرحلة في الواقع بداية لفن التجليد الذي لم يتغير كثيرا تجليد الكتب ونتيجة لتطور صناعة الورق في العراق استغنى المجلد عن ألواح الخشب بورق ثخين الذي كان الخامة الأساسية المستعملة في فن التجليد وعندما تطورت المكتبات ظهر هناك مجلدون مختصون ويذكر ابن النديم في كتابه الفيرست أسماء بعض المجلدين الذين كانوا يعملون في عصر المامون منهم ابن أبي الحريش وكان يجلدوا في خزانة بيت الحكمة التذهيب والزخرفة هذه كانت المصاحف في صدر الإسلام خالية من التذهيب لأن الصحابة الأوائل كان لهم موقف متشدد في مسألة تزيين المصاحف الكريمة إلا أن حركات الأعراب والإعجام كانت تكتب بمداد مغاير للون مداد الكتابة حيث استعمل فيها الأحمر والأصفر والأخضر وكانت مقبولة ثم بدأت أساليب زخرفة المصاحف تبرز بصورة دقيقة وجميلة فأصبحت فواتح المصاحف أي صورة الفاتحة أو الصفحة الأولى من صورة البقرة تزخرف بأشكال هندسية ونباتية ملونة ومذهبة تحيط الكتابة وتملأ جميع الفراغات الموجودة في الحواش الجزء الأعلى من الصفحة الأولى من المغطوط يحلى بزخارف نباتية وهندسية متراكبة متداخلة بالألوان المختلفة وعلى أرضيات ملونة ويترك في وسط الحلية مستطيل صغير مفصص الأطراف مرسوم بالذهب يكتب عليه عنوان المغطوط عادة هذه خصوصا لدى الخلفاء والوزراء ثم خصصت صفحة كاملة للعنوان بعد ذلك وقسمت إلى ثلاث حقول يعني الشريطين في الأعلى والأسفل ودائرة في الوسط يكتب عنوان المغطوط في الشريط الأعلى ثم يكتب اسم المؤلف في الدائرة الوسطية وإذا كانت المغطوط خزائنية فيكتب اسم صاحب الخزانة الذي أهدي له الكتاب بديباجة معينة داخل هذه الدواء وكان هناك العديد من المذهبين الذين كانوا يعملون على تذهيب الكتب بالزخرفة يعني هذا أرجو أن لا أكون قد أطلت عليكم هذا شيء مركز للخدمات المكتبية في تلك الفترة وهي ظاهرة مهمة يعني إحنا عندما نستحضر التاريخ المشرق لأمتنا العربية الإسلامية وعندما نستحضر عطاءاتها الحضارية لا بد أن نتناول هذا الموضوع لأنه هو انعكاس للحركة العلمية يعني لما الترجمة وصلت أوجه في هذه الفترة خصوصا في الحصر العباسي الأول وعندما أصبح الخلفاء يهتمون بالعلماء تطور علم الفلك تطور علم الرياضيات تطورت كثير من العلوم الأخرى الأسترلاب وغيرها كل هذه الأمور تدلل على النهضة الحضارية انعكست كلها أو جاءتنا من خلال هذه المقطوطات ولذلك استحضار التاريخ المشرق يجب أن نعمل عليه من أجل أن يفهم جيلنا الحاضر الجيل الجديد الشباب ما كان عليه أجدادهم من عطاءات حضارية يعني زينغريد هونغة في كتابه شمس العرب تسطع على الغرب كانت تقول أنه في الوقت الذي كان رهبان العصور الوسطى في أوروبا يعيشون في دياجير الظلام كان العرب المسلمون يعيشون أرقى الحضارات وهذه أومانية هي شكرا بارك الله بك نشكر شكرا جزيلا الدكتور محمد مضفر الأدهمي على هذه السياحة في مكتبات بغداد في العصر العباسي وفي الكتابة وأدوات الكتابة وأمتعنا في هذه الجولة المباركة جزاه الله خيرا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر